تقف منتصبة بين المباني الإسمنتية التي أصبحت تحاصرها من جميع الاتجاهات في وسط مدينة عتق القديمة التي كانت تعرف بمنازلها الطينية الجميلة تتلاشى معالم المدينة القديمة يوما بعد آخر في ظل استمرار توسع المباني الإسمنتية وإحلالها بدلا عن المباني الطينية لأسباب كثيرة الناس آثرت الخرساني على العمارة الطينية لسببين رئيسيين في وجهة نظر السبب الأول أن العمارة الطينية بحاجة إلى صيانة دائما بعد مواسم الأمطار وصيانة للمباني الطينية مكلفة بعض الشيء في الوقت الحال لأن العمارة المدربة في هذا المجال قل له الذات في شبوه ثانيا عندك العمارة الطينية لا توفر المساحات الكافية التي توفرها العمارة الخرسانية تحتضن المدينة الحصون والمساجد الطينية القديمة بالإضافة إلى قصر ذيبان الشهير الذي يعد أبرز معلم في مدينة عتق بمحافظة شبوه إذ لا يزال صامدا أمام المتغيرات الزمنية والمناخية في الفترة الأخيرة اتجاهنا إلى السلطة المحلية بقية المحافظ وأبدأ استعدادها للمحافظة لدعم المكتب للقيام بدوره في الحفاظ عن معالم التاريخي في المحافظة وأبدأنا مشاريع للمسح وتوثيق المعالم التاريخي والوقوف على مدى احتياج هذه المدن والمعالم من مشاريع البنى التحتية مثل الصرف الصحي والنارة وكذلك الترميم والصيانة وهناك توجيهات من المحافظة بترميم معالم السياحي التاريخي قصر ذيبان وهناك دراسة عدة الآن وحال ننتظر من السلطة المحلية القيام بدورها في تنفيذ هذا المعالم السياحي الهام هذه المدينة التي نشأت في منتصف القرن الماضي على ضفاف وادي عتق امتازت بطرازها المعماري الممزوج بين إبداعات وحرفية اليمني القديم والفن المعماري المستوحى من الفن الهندي القديم كما تقول بعض الروايات حيث تتميز بجمال التصميم وروعة المنظر تستمر عملية الزحف العمراني بصورة سريعة ويتم استبدال المباني الطينية القديمة بأخرى إسمنتية وسط غياب تام للجهات المعنية التي تتجاهل فكرة الحفاظ على المدينة التي كانت يوما من الأيام تحفة معمارية فريدة أبو بكر حشل لكنات بلقيس شبوة